إلا لمن أذن له والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله لا يشفع يوم القيامة حتى يستأذن من ربه ويؤذن له ويسجد تحت العرش ويسأل ربه ويقول له ربه اشفع تشفع رواه البخاري ومسلم ثانياً رضى الله عن المشفوع له أن يشفع فيه إذن الإذن للشافع والرضى في المشفوع أن يشفع فيه وقد دل على هذا الشرط قول الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هذا في المشفوع له لا بد أن يأذن عز وجل أيضاً وهذان الشرطان مجملان في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقد دلت النصوص على أن الله لا يرضى أن يشفع لا يرضى أن يشفع عنده إلا في أهل التوحيد لما ثبت في الحديث لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة زاد في رواية فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً هذا موضع الشاهد فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً رواه البخاري ومسلم والزيادة لمسلم وقد قال تعالى في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن أبي طالب فهي شفاعة خاصة به وحده حتى لو قال واحد طيب أبو طالب من أهل النار وليس ممن شهد بالتوحيد وقد صرح لئم المحققون بتواتر أحاديث الشفاعة وهي مشتهرة في كتب الصحاح والمسانيد وتنقسم الشفاعة من حيث القبول والرد من حيث القبول والرد إلى قسمين مردودة وهي ما فقدت شرطاً من الشرطين السابقين أو كليهما ومقبولة وهي ما تحققت فيها شروط الشفاعة وقد ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم ثمانية أنواع من الشفاعة وهي أولاً الشفاعة العظمى أن يقضي الله سبحانه وتعالى في أهل الموقف وهي المقام المحمود وهذه الشفاعة مختصة بها نبينا صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل عليهم صلوات الله أجمعين وهي التي دل عليها الحديث الأول من أحاديث المجموع الأربعين وفيه فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى وفي رواية فأنطلقوا فآتي تحت العرش فأقعوا ساجداً لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع ثانياً شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنة ثالثاً شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم قد استحقوا دخول النار ألا يدخلها رابعاً شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات ناس من أهل الجنة خامساً شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولولا شفاعته لحوسمه سادساً شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن من كان يستحقه تخفيف وليس خروج وهذه شفاعته في عمه أبي طالب سابعاً شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يؤذن لهم بدخول الجنة ثامناً شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أن يخرج منها وقد دلت النصوص صحيحة على جميع هذه الأنواع ومن هذه الأنواع ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما يشترك معه فيه غيره من الأنبياء والصالحين كالشفاعة في أهل الكبائر والشفاعة تقبل عند الله بحسب حال الشافع وحال المشفوع له وكلما كان المؤمن أقرب إلى الله كان أجدر بقبول شفاعته وفي هذين الحديثين وغيرهم من أحاديث الشفاعة من الفوائد فضل التوحيد وأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد ولذلك لا بد من تحقيق التوحيد والتوبة من الشرك والحذر من الشرك لأن الشرك مانع من الشفاعة كما جاء في الحديث فما هي نائلة إن شاء الله من مات من أمة لا يشرك بالله شيئا وكذلك وكذلك في الحديث من عظمة رب العالمين إثبات صفة الغضب لله فإنه قال في الحديث فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وهذا الغضب على الوجه الذي يليق بالله عز وجل ليس كغضب المخلوقين ليس كمثل شيء وهو السميع البصير وقد قال الله تعالى وباء بغضب من الله وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وقال وباء بغضب من الله وفي الحديث أيضا سعت رحمة رب العالمين وهو أرحم الراحمين ولا يضيع من أعمال عباده شيئا وقد جاء في بعض الروايات أن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة انطلق فأخرج من كان في قلبه أذنى 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 مثقال حبة خرده خردل من إيمان فأخرجه من النار فأخرجه من النار الحديث مرة أخرى انطلق فأخرج من كان في قلبه أذنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل الحديث رواب البخاري المسلم كذلك في فضل صحبة الصالحين وإثبات الشفاعة المؤمنين وقد جاء في السياق الحديث الثاني حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرموا صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقي وإلى ركبتي الحديث رواب البخاري المسلم في ناس من أهل التوحيد دخلوا النار بكبائر سيئات عملوها واحترقوا قدر ما أراد الله أن يحترقوا ثم يأذن الله المؤمنين فيشفعون فيهم فيخرجون فهؤلاء المؤمنون الصادقون لم يتركوا إخوانهم في العذاب بل ناشدوا ربهم أن يخرجهم وقوله معنا معنا هذا أثر الصحبة وأن من صاحب المؤمنين وحب المؤمنين كان مع المؤمنين فإنه يستفيد يوم القيامة حتى لو دخل النار يستفيد أن لا يزداد عذابا لا يبقى فيها قال النووي رحمه الله وكانوا في مناشدتهم تلك أشد من مناشدة أحدنا ربه في الدنيا في استفاء حقه أو استقصائه وتحصيله من خصمه والمتعدى على